اشتركوا في القناة المدير الفندي للنادي الالي السويسر عارفين قصته وعارفين انه يعني في مرحلة تجديد عقد وحتى الان فيه علامة استفهام كبيرة جدا الاهلي با يقول انه هو جدد المونس خالد مرتاجي يقول انه كل الامور تمام اللي يقول يقول لكن انا بقول لكم انه حتى الان لم يحسم هذا الملف وانه نسبة استمراره من عدمه 50% و50% مش معنى ان انا بقول كده انه خلاص فايلر ماشي ولا معنى بقول كده انه هو قاعد يعني اوقع لكن اللي عايزة اقوله انه طالما المدرب ما وقعش على عقد التجديد اصبح كل شيء وارد لانه هناك يعني على فكرة هو الراجل عقده خلص يعني انه اخر الشهر ده عقده ينتقى بشكل رسمي فمن حقه يسمع من ده ومن ده ومن ده وانا بقول لكم انه في عروض من هنا ومن هنا ومن الامارات ومن السعودية ومن عنده من سويسرا وربما تظهر عندها اخرى في اوروبا احنا ما نعرفش عنها حاجة احنا بنتكلم وفق اللي اه الاخبار اللي بتتنشر هناك في الصحافة او الوكالات اللي بره اللي في سويسرا او في اي مكان تاني يعني الوكيل بتاعه طلع نفع قالك لا 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 ده هو مش في عزل ولا هو كان مخالط ولا ولا الكلام ده وسيأتي الى مصر قريبا كلمة قريبا دي تخلينا اقول يعني قريبا يعني او فكرة ان انت تبقى موظف في مكان او بتشتغل في مكان وتسافر مفترض لما بتسافر وترجع بتسافر بمعاد وترجع بمعاد ما بتسافرش كده يلا نسافر ولما خلص هاجي مفيش حد بعمل كده مصبوط كده لكن في النهاية القصة بتاعة فايلر ليه مهمة وليه واخد اهتمام ضخمة جدا وليه تجديده مسألة مهمة جدا لانه النادي الاهلي بيمر مرحلة استقرار فني كبير جدا في الموسم الاخير واللي انا بقوله ان هي مش قصة انه فايلر مدرب عبقاري جدا ولا انه مدرب يعني مفيش زيه لا ومدرب كويس طبعا وحقق مع النادي الاهلي يعني نتائج كويسة جدا وعمل عروض كويسة جدا وعمل حاجات مهمة كتير جدا مع النادي الاهلي وكسبان كل الماتشات وسيم فاينال بطولة افريقيا دورة بتاعة افريقيا ووصل فاينال وكسبان 16 ماتش في الدوري من 17 ماتش وكل الكلام ده وكسبان بطولة سوبر وخسر اه بطولة سوبر مع الزمالك ولكن كسب واحدة تانية في الاخر يعني مشواره مع الاهلي عالي جدا معدل 95% وبنسبة سنوالة عامة يعني اللي شغالة لكن في الاخر جدد مشكلته الاهلي انه راجع على دوري هيكتمل ودورة عبطال افريقيا واللعيبة في بيوتها بقالها شهور هو محدش فنيا قادر انه هو يبقى على دراية بكل تفصيلة في النادي الاهلي في المرحلة دي زي فايلر من هنا بتيجي فكرة انه التجديد مهم هو فهم كده على ما يبدو وبدأ يبريد طلبات خاصة يعني قالك مش هجدد سنتين هجدد سنة الكلام بيخش في السكة دي انه في التفاصيل دي دلوقتي وانه عايز ياخد 23000 دولار وعلي يورو في الشهر يعني حوالي 2.5 بليون في السنة وانه هو اكتر او 3.8 بليون للربع يعني وانه هو عايز مكافئات الفوز بتاعته بالبطولات تزيد من شهرين ل3 وانه يحنا بدأ يبريد طلبات بزيادة شوية فكرة انه مخالط انه كان معزول انه بتعدي اسباب ربما بتطلع من عنده وتتقال عشان يدي مبرر انه هيتأخر حد عارف يقول لنا فايلر جاي امتى؟ جاي يوم ايه؟ يعني دارة الاهلي هل طلعت قالت فايلر جاي مسلا يعني النهاردة 21 كان مفترض يجي يوم 25 خميس فقالك لأ ممكن يبقى 28 اخر نفسه ممكن يبقى 30 ممكن يبقى يطلع حد في دارة الاهلي يقول فايلر جاي امتى؟ من هنا القصة اهميتها في ده في اللي انا بقوله انه صعب جدا الاهلي فجأة يبقى المدير الفني بتاعه مش موجود لاجمة التخطيط في مواقف كده يعني الكابتل محسن صالح كابتل زكريا ناصف الكابتل خ في مواقف جدا كده ما بتعجبهمش يعني هما بيشوفوا انه يعني ايه مدرب يمشي بقى في عقده عشر تيام واحنا مش عارفين مكمل ولا مش مكمل وموسم حييجي واحنا مش عارفين مكمل ولا مش مكمل هل ده يا جوز؟ هل ده ينفع؟ يعني ده ده مسألة الحقيقة مش عاجبة لاجمة التخطيط جدا في مواقف كده لاجمة التخطيط بتحط لدرجة ان انا عرفت من مصادر يعني مقربة جدا وموثوق فيها داخل النادل قاله ومسؤولون كبار يعني انه كمان لاجمة التخطيط قالت محدش يكلمه في التجديد سيبوه خلاص نعمل ايه؟ وانا كنت من كمين بقولكم ان لاجمة التخطيط شغالة على بدائل للاحتياطي مش لان الراجل خلاص مشي للاحتياطي يعني حطيت بلان تو وثري احتياطي عشان خاطر لو حصل اي مشكلة في هذا الاطار يكون هما جاهزين على طول يرمي الورق على طول بتاعة البديل اللي ممكن ييجي مكان فايلة كمان لاجمة التخطيط فهم فيها حاجات مش عجبها يعني اشتركوا في القناة